الان نشرة الاخبار مع اسي لعباد اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذه النشرة التي نبدوها معكم بهم ما فيها البرلمان يسابق الزمن لحسم قانون الامن الغذائي قبل الذهاب لعطلة التشريع والاطار التنسيقي ينضم لركب المثوثين الاطار التنسيقي وحلفائه يتفقون على توحيد المواقف فيما بينهم ويؤكدون مواصلة مساعي تشكيل حكومة جديدة العراق دولة محورية مهمة تحتاج الى سمعة خارجية لائقة يقول الكاظمي ورؤية الاجانب في بغداد امر مفرح اهلا بكم البداية من الشأن النيابي حيث من المؤمل ان يعقد البرلمان جرسته المقررة اليوم والتي خصصها للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية وذلك بعد تعديل ملاحظات الكتل السياسية واللجان النيابية عليه ولتمرير هذا القانون اهمية بالغة للبلاد والشعب عامة خلال المرحلة المقبلة خصوصا مع عدم وجود قانون الموازن للسنة الحالية فهناك تخصيصات مالية يجب ان تطلق تخص توفير المواد الغذائية والاموال لملفات الكهرباء والخدمات كذلك التخصيصات المالية لتثبيت العقود والمحاضرين وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن مباشرة هذا وأكد النائب المستقل محمد عنو زنة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيمرر لحاجة البلاد الملحة لذلك موضحا أن القانون سيؤمن ما يحتاج إليه العراق من خزين ستراتيجي لستة أشهر على الأقل القانون يمر لضرورات اجتماعية واقتصادية وحاجة المواطنين رقم واحد ومن يدير بلاد يفترض أن يفكر بحاجة المواطن أولا وحاجة الآن أعتقد واضحة بسبب وضع الاقتصادية والأسعار وارتفاحها وقضية الأمن الغذائي لأن لا يوجد لدينا ستراتيجية لأمن الغذائي قادم فعلى الأقل ستة شهر فما فوق يفترض أن يكون عندنا خزين وهذه أبسط قضية يفترض أن الدولة مسؤولة عنها من جانبه أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمى خليل لأن قانون الأمن الغذائي لم يتضمن أي فقرات أو تخصيصات مالية لمدينة سنجار المنكوبة إلا أن النواب عن سنجار سيصوتون على تمرير القانون لمصلحة البلاد عامة نبنى ببنى التحتية الزراعة والثروة الحيوانية وتعويذ النازحين والمتذرين لكن نفاجئنا لحد الآن لا توجد حقوق لهذه المدينة المنكوبة أجواء البرلمان وسيدات وسادة أعظام مجلس النواب العراقي من بيت الشعب العراقي متضامنون معنا ونحن في مبحثات اللحظات الأخيرة احتراما للشعب العراقي سنصوت على هذا القانون لكن لن نسمح بعدم إذراج حقوق أهالي سنجار المنكوبة في غضون ذلك قرر الإطار التنسيقي التصويت على قانون الدعم الطاري للأمن الغذاء والتنمية خلال جرسة اليوم المقررة لهذا الغرض وذلك بحسب ما أعلنه رئيس كتلة الفتحة النيابية عباس الزاملي في تصريح صحفي وكان عدد من نواب الإطار التنسيقي قد أجروا حراكا نيابيا تمثلا بجمع تواقع لاستصدار قرارا يلزم الحكومة الاتحادية بمعالجة ملف الأمن الغذائي بشكل مؤقت بدلا من تمرير مشروع قانون الدعم الطاري للأمن الغذائي والتنمية وعمل لواب الإطار على إدراج هذا القرار ضمن جلسة اليوم قبل أن تقرر قيادتهم التراجع عن الأمر والمضي نحو التصويت على تمرير القانون أما الآن مشاهدين ينضم إلينا من الدار الإعلامي للبرلمان مراسلنا علي عبد الكريم علي أهلا بك علي حدثني عن ما سيتم تداوله اليوم في الجلسة وبالتحديد فيما يخص قانون الأمن الغذائي وأبرز التعديلات التي من الممكن أن تطرع على هذا القانون أهلا بك جميلتي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية يعني الاجتماعات بين الكتل السياسية مستمرة لغاية اللحظة منذ الصباح الباكر هناك بعض التعديلات وبعض المناقلات أبرز هذه التعديلات لغاية الآن هي إضافة وتخفيض التخصيصات من بينها إضافة 400 مليار دينار إلى وزارة الدفاع جرى مناقلتها بواقع 200 مليار من وزارة الزراعة وكذلك 200 مليار من وزارة التجارة فضلا عن ذلك هناك تخصيص 150 مليار دينار من أجل تغطية شراء أدوية مرضى السلطان والثلاسيمية بعد مناقلتها من تخصيصات وزارة الكهرباء هناك تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود على 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم قانون الوجه الحقيقي لقانون الأمن الغذائي والمتعلق بالشراء الحبوب ودفع مستحقات الغاز والرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والطبقات الهشة هناك 14.5 تريليون دينار ضمن جدوى الباء جرى الاتفاق عليها بصدف نصف المبلغ على أن يتم تأجيل النصف الآخر بعد تشكيل الحكومة هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير قانون الدعم الطارئ ضمن جلسة مجلس النواب المقررة لهذا اليوم من المتوقع عن تعقد جلسة لهذا اليوم ولو بوقت متأخر من أجل تضمين كل التخصيصات المالية هناك بعض الاعتراضات على بعض النقاط من قبل بعض الأطراف تحدثوا الآن يتم الحديث بهذه البنود من أجل تضمينها وإنهاء الخلافات وتمرير القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الأول طيب علي تعتقد هذه النقاط الخلافية المعترض عليها البعض من النواب اليوم سيتم التعديل عليها وسيقرر هذا القانون أم سيؤجل أيضا إلى جلسة أخرى يعني ممكن وارد جدا أن يتم خلال هذا اليوم خاصة أنه في الوقت الحالي هناك هذه الاجتماعات من أجل مناقشة هذه النقاط والوقوف على آخر الحيثيات من أجل إنضاج هذا القانون وتمريره خلال جلسة اليوم هناك عزم واضح من أغلب الكتل السياسية لتمرير هذا القانون خاصة في ظل الاتفاق الأخير من قبل بعض المعترضين مثل الإطار التنسيق الذين يتحدثون عن اعتراضات على هذا القانون منذ أكثر من شهر اليوم تحدثوا بصورة صريحة أنهم سيدخلون بكل نوابهم لتمرير هذا القانون يعني بصورة عامة هناك عزم واضح من أغلب نواب البرلمان لتمرير هذا القانون خاصة أنه يحتاج عن النصف زاد واحد بالتالي هناك أريحية واضحة لتمرير هذا القانون إذن من الدائرة الإعلامية للبرلمان مراسلنا علي عبد الكريم كنت معنا شكرا جزيلا لك علي هذا وكان الإطار التنسيق والقوى المتحالفة معه قد اتفقوا على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة ما وصفوها بالمخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية فيما شدد على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الأولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة وضمان حقوق جميع أبناء الشعب وفق القانون والدستور جاء ذلك عقب اجتماعا مشترك بين الإطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني تم خلاله استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به إلى الأفضل بمشاركة باقي القوى الوطنية وطالب المجتمعون بضرورة قيام الحكومة بواجباتها اتجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد سياسيا أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أن حزبه حريص على توحيد القوى والأطراف السياسية ولن يصبح جزءا في تشارذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية فيما شدد على همية تشكيل حكومة خدمية وفاعلة تكون استجابة لمعالجات المشكلات الحالية وقادرة على تعزيز دعائم الدولة أيضا أشار طالباني خلال لقاء جمعه بالأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني وعضو المكتب السياسي للحركة النائب دريد جميل وبحضور عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد درباز كوسرت رسول وعضو المكتب السياسي خالد الشواني أشار إلى تبادل الآراء حول التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وتوحيد الجهود لحل المشكلات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة كما جرى التجديد خلال الاجتماع على اللجوء إلى الخطوات الدستورية والتوصل إلى اتفاق سياسي في إطار المصلحة العامة بعيدا عن سياسة الإقصاء بدورها كشفت عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور أن هناك تقاربا بين الحزبين الكرديين الكبيرين مبينة أن هناك ضرورة لإصهر المبادرات السياسية بالسرعة الممكنة لتشكيل الحكومة الحمد لله بالآوين الأخيرة حصل تقارب بين الحزبين الكبيرين بأقليم كردستان الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني واجتماعات المكتبين السياسيين مستمرة ولو لحد الآن ما ظهرت أي نتائج من الاجتماعات أو ما بدأ أي مبادرة على أرض الواقع وإنما التقارب المفروض يكون من الكل مو فقط القوى الكردية نتمنى أنه كل القوى السياسية بالساحة اللي تنادي بمحاربة الفساد وخدمة المواطن العراقي يعني أكو نقاط مشترقة بين كل القوى السياسية الموجودين بالساحة المفروض هاي النقاط تمزج وتطلع منها مبادرة وطنية هدفها بالنهاية خدمة المواطن العراقي والشارع العراقي أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أن العراق دولة محورية مهمة تحتاج إلى أن تكون سمعتها الخارجية لائقة بتاريخها مبينة أن رؤية العديد من الأجانب السائحين يأتون لبغداد وينشرون أفلاما عن تجربتهم في العراق أمر مفرح يعكس صورة إيجابية عن البلد والعراق دولة محورية مهمة تحتاج سمعتها الخارجية تكون تليق بتاريخ العراق وسمعة عراق أنا أفرح من أشوف السواح الأجانب بعد ما رفعنا التنشيرات على كثير من دول أوروبية يأتون لبغداد وينشرون أفلام فيديو عن تجربتهم في العراق ويفتقرون بها وينقرون صورة أكس الصورة اللي روج لها بعض العراقيين معلسف الشديد يجب أن نكون صريحين أن الوضع مني في تحسن في سياق منفصل أكد الكاظمي أن هناك خللا حقيقيا بوزارة التربية في موضوع تسريب الأسئلة واصفا الخلل بشيء المعيب في بلد الكلمة الأولى وأن يصل المستوى التعليمي فيه إلى هذا المستوى مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تكن بالمستوى اللازم للتحقيق في عملية تسريب الأسئلة قبل أيام سمعته كان ألكو خلل حقيقي في وزارة التربية موضوع تسريب الأسئلة وهذا شيء معيب في بلد أول من صنع به الكلمة أن يكون مسؤول التعليم به هذا المستوى حاصلت عملية تسريب للأسئلة لامتحانية طلاب أثاث متوسط وطلبت أن يكون هناك تحقيق ومع الأسف شديد وزارة التربية لم تكن بمستوى التحقيق تطلبت من جهاز الأمن الوطني أن يكون أضو بلجة تحقيقية والحمد لله والشكر ألقين القبض على خمسة أشخاص الآن موجودين بالسجن أرجو أقول واليوم في اجتماع مستوى وزارات أكلمت مع الوزير وقلت له بكل صراحة أداء وزارة كان سيء جدا ورد الفعل المعاجه كان سيء أسوأ الحمد لله وشكر ألقين القبض على خمس منظفين كبار والتحقيق ما زال شاري هذا وأوضح الكاظم أيضا أن قانون الأمن الغذائي ليس موازنة وإنما آلية للاستفادة من الفائض المالي لدفع بعض تكاليف الدولة الطارئة بضمنها الكهرباء واستيراد الغاز ودعم البطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من الشعب العراقي نحتاج حقيقة قانون الأمن الغذائي يتمرر والقانون هو ليس موازنة آلية لاستفادة من الفائض لدفع بعض تكاليف الدولة الطارئة الكهرباء واستيراد الغاز كذلك ودعم البطاقة التموينية نعم هذه البطاقة مهمة لشريحة مهمة في المجتمع العراقي من ملاف أمن الغذاء إلى تلوث المياه الذي عصف بمئات من المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة ذيقار خصوصا قضاء العقيقة نتيجة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري حتى بعد تنقيتها لتدقى المحافظة ناقص الخطر بعد تزايد حالات التسمم نتابع المزيد في هذا التقرير حالات تسمم عديدة تشهدها مناطق جنوبي ناصرية جراء تلوث المياه حيث استقبلت المستشفيات على مدى 24 ساعة الماضية عشرة الحالات وسط تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب انعدام المياه والاحتماد على محطات مياه التحلية الأهلية التي فشلت في الفحص المختبري بحسب مصادر صحية تشهد مناطق جنوب الناصرية بصورة عامة ومن هناك ناحية الأكيكة ناحية قضاء الفهود سوق الشيوخ وبقية مناطق جنوب الناصرية تشهد بالفترة الأخيرة حالات كثيرة من التسمم بسبب تلوث المياه مياه الشروب مياه الغسل نهر الفرات بنزول مستمر أغلب الفحوصات التي تجريها الصحة بالفترة الأخيرة كانت نتائجها سلبية حالات تسمم كثيرة والطفح الجلدي مستمر وأكثر الناس بدأت تتراجع يعني مراكز صحية للأمراض الجلدية بسبب الرئيسي يعني من تروح الدكتور وتروح المستشفى يقول لك السبب الرئيسي هو الماء زي أني إذا كان هذا الماء على طول يعني ثم تقول إحنا الشط والمشروع مالتنا هو نفس الماء وماء الإسالة ما جاء يوصلنا إحنا ما يسالة إحنا اللي جاء يوصلنا مجرد ما يارو وبعيدا عن الوعود الحكومية يؤكد الأهالي هنا أن تقارير الجهات الصحية في المحافظة أثبتت ولمرات عديدة عدم صلاحية المياه في أغلب مناطق جنوبي ناصرية للاستهلاك البشري فضلا عن تراجع مستويات نهر الفرات ما سبب تلوث المياه في ناحية الإحكيكة والمناطق القريبة منها وتحولها إلى مياه ملوثة ومالحة بشكل كامل أصبح التلوث المائي مستشري في محافظة الضيقار وفي جنوب محافظة الضيقار وبالخصوص ناحية الإحكيكة لأنه اليوم أنتم في ناحية الإحكيكة وأغلب المحطات اللي موجودة تم الجرد الميداني عليها ومن خلال المسح الميداني لهذه المحطات أصبح تقريبا 70% من هذه المحطات هي غير صالحة للشرب نهائيا لأنه فلاتر قديمة لأنه محطات أهلية الرقابة عليها أعتقد قليلة المحطات اللي آروا هي محطات أهلية وأكثرها ملوثة يعني شون ما كان يمشي لا يصفي تصفي درجة أولى ولا أنه يمشي هو الناس مضطرة أن تأخذ فيما سجل قضاء لفهود وحده بحسب إحصائيات دائرة الصحة أكثر من 800 حالة تسمم بسبب محطات تحلية المياه ومياه الإسالة النسبة المتزايدة بحالات التسمم هنا بسبب تلوث المياه تستدعي تشكيل الأجان المتخصصة من قبل الحكومتين المركزية والمحلية لتدارك الأوضاع قبل تفاقمها من ناحية الحكاكة جنوبي المحافظة سعد الركابي قناة الفلوجة أعلنت دائرة صحة محافظة النجف أن طبيبة خافرة ولدت أثناء العمل في أحد مستشفيات المحافظة في حالة نادرة من نوعها ذكر الإعلام الدائرة في بيان أنه في حالة نادرة الحدوث فقد شهدت صالة الولادة في أحد مستشفيات النجف ليلة أمس ولادة طبيبة خافرة بعد أن قامت بتوليد ست من النساء الحوامل وبعد أن كانت بناية مستشفى الفلوجة شهدة على حرب طاحنة خلال الفترة الماضية ولم تسلم فيها محافظة الأنبار من تزمير بناها التحتية يتصدر مستشفى الفلوجة مراكز متقدمة من بين مستشفى العراق ويصنف الأول في المحافظة بشهادة الوافدين إليه بعد أن كان مستشفى الفلوجة شاهدا على حرب دمرت فيها البنى التحتية في محافظة الأنبار وبعد أن استعاد عافيته خلال فترة وجيزة يحقق اليوم إنجازا ثمينا ويصنف كواحد من بين أفضل مستشفيات العراق نظرا لما يقدمه من رعاية طبية متطورة تسهم في إنقاذ الأرواح أكيد إنجاز كبير أن يعود المستشفى بفترة قياسية قصيرة جدا بعد أن دمر المستشفى بالكامل وخرج عن الخدمة عاد المستشفى بفترة قصيرة وأصبح ينافس أكبر المستشفيات وأقدم المستشفيات وبدأ يتصدر الدرجات الأولى في التقييم المستشفى أفضل من مستشفيات كثيرة لم تدمر أو لم ينالها الخراب من قبل الإرهاب من بين أكثر من 150 مستشفى حكومي في العراق تحت المستشفى الفلوجة هرم الصدارة كواحدة من أفضل المستشفيات العراقية إذ يتحدث السكان هنا عن خدمات طبية فائقة وأجهزة متطورة خففت عن المرضى أعباء التنقل بين المحافظات من خلال جولتنا في مستشفى الفلوجة التعليمي شاهدنا أحد الوافدين من خارج العراق جاء ليتلقى العناية هنا بعد أن دخلت إلى المستشفى أجهزة طبية متطورة تعتبر الأولى من نوعها مستشفى الفلوجة رأيته من أفضل المستشفيات في المنطقة يقدم خدمتان كبيرة وهو أشبه بمستشفيات بلد الأم تركيا نثمن جهود القائمين عليه في توفير الأجهزة الطبية المتطورة التي وجدناها هنا بسبب وصول مثل هكذا أجهزة رصينة أصبحت مستشفى الفلوجة من المستشفيات المتقدمة على مستوى القطر بتقديمها الخدمات الطبية قبل كانت تفتق المستشفى إلى بعض الأجهزة الطبية هذا اللي تأدي إلى المريض الذهاب إلى المحافظات الأخرى للحصول مثل على هكذا جهاز لكن بسبب توفر مثل هكذا أجهزة الآن الكثير من المرضى استغنوا عن الذهاب إلى المكانات الأخرى لحصول مثل هذه الخدمة الطبية أكثر من 1600 عملية جراحية مختلفة أجريت في مستشفى الفلوجة التعليمي خلال شهر آيارة فقط وجميعها تكللت بالنجاح بجهود الكوادر الطبية فضلا عن جهود الكوادر الخدمية التي تعمل على مدار الساعة لتظهر مستشفى الفلوجة بحلة أجمل من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة نبقى في الأنبار فبعد أن وزعت الحكومة المحلية في مدينة الرمادي 400 كشك على الطبق الفقير من الأرامل والأيتام وعاطلين عن العمل قبل عدة أشهر باشر أصحاب هذه الأكشاك من المستفيدين بعرض منتجاتهم واعتبروها خطوة إيجابية في طريق القضايا على البطالة بخطوة تشجيعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل والأرامل والأيتام بادرت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار بتوزيع 400 كشك على هذه الشرائح قبل عدة أشهر لإعانتها وتوفير فرص عمل لها أنا اليوم شاب عاطل عن العمل الحكومة المحلية وحكومة الأنبار نشكرهم لأن نوفر هنا كشكات أنا كشاب اليوم عاطل عن العمل أنا هسا أنا مصدر رزقه صار هذا مجمع هذا اللي ساعدت بها الفقراء وبدت العيشة الناس الفقيرة تعرف الناس الفقيرة وين تروح فبدت إيجارات موكو إيجارات أصحاب ملوك وهنا المواد تساعد بها الفقراء خدمة أنه هدفهم مساعدة الفقراء أصحاب الأكشاك بدأوا بتأهيل محلهم والبعض الآخر باشروا بالبيع قبل عدة أيام وعلى الرغم من موقع هذا السوق في حي الشرطة وسط مدينة الرمادي فأن أسعار إيجاره الزهيدة دفعت الطبقة الفقيرة إلى العمل به بدلا من طلب المساعدة يعني أنا واحد المستفيدين اللي جئت لهذا السود يمكن بغير مكان حسب الآجارات الغالية السود الجو أو حتى إذا الشوارع البقية ما أقدر أفتح آني محل بس بهذا المكان الحمد لله وشكر اتيسرت لنا هواي أمور العاطلون عن العمل والأرامل يباشرون بفتح الأكشاك التي وزعت عليهم من قبل الحكومة المحلية في محافظة الأنبار قبل عدة أشهر والبالغ عددها أربعمائة كشك لتكون مصدر رزق لهم ولعوائلهم من الرمادي إدريس يحيى غناة الفلوجة بعد أن ظن دخول العراق فارغا مثل خروجه محملا بالكنوز الأثرية حكم على عالم الجيولوجيا البريطاني الذي حاول سرقة لقا أثرية عمرها آلاف السنين لكن التساؤل هنا عن مسؤولية حماية أثر العراق المرمية في العراء لم يدرك عالم الجيولوجيا البريطاني هذا أن دخول العراقي ليس كالخروج منه محملا بالسرقات ولم يدرك أن علم الجيولوجيا الذي درسه في أعرق جامعات العالم لن ينفعه بتهريب آثر العراق لقا أثري عمرها آلاف السنين سرقها هذا البريطاني من موقعين أثريين في محافظة ذيقار لتودي به في السجن خمسة عشر عاما بعد أن حاكمه القضاء العراقي برفقة زميله الطبيب النفسي الألماني الذي نجى من السجن بعد أن برأته محكمة استئناف الكرخ ولم تجد ضده دليلا يدينه بسرقة حضارة العراق تلك الحضارة التي استوت على سوقها حكما وعلما وغنا وقوة وبلغت الأفلاك إدراكا وتفكيرا صارت اليوم مرمية في العراء فريسة تواجه حوش التهريب ففي محافظة ذيقار مثلاً هناك ألف ومئة موقع أثري بعضها متروك في مناطق مفتوحة بلا سياج تتناثر فيها كنوز من القطع الأثرية النادرة قد يدوسها السكان المحليون بأقدامهم أو تدوسها حوافر غنم القوم التي ترعى بينها تلك المواقع التي يحرسها مائة وخمسون عنصر أمن فقط سحبت منهم الأسلحة واكتفوا بحمل عصي الشرطة أي إن حمايتها تكاد تكون شبه معدومة وعلى ما تقدم فإن سرقة القطع الأثرية من تلك المواقع لا تحتاج إلى خطط البروفيسور في لكاسا دي بابيل إنما تحتاج إلى سارق مبتدئ يصل إلى أرض بابل ويعرف مفاتيح الخروج منها محملاً بالكنوز ولعل تلك المفاتيح هي ما كانت تنقص الأجنبيين الذين ظنى أن دخول العراق فارغين مثل خروجه محملين بالسرقات وكان الأجدر بهما أن يدخلا بمعايشة مع إحدى الجهات المسؤولة عن تهريب أكثر من 150 مليار دولار خلال 19 عاماً بحسب الرقم الذي أقره رئيس الجمهورية برهم صالح واختلف معه نواب في البرلمان قالوا إن الرقم يصل إلى 350 مليار دولار ختام هذه النشر نذكركم بأهم معنا ونها البرلمان يسابق الزمن لحسم قانون الأمن الغذائي قبل الذهاب لعطلة التشريع والإطار التنسيقي ينضم لركب المخوطين الإطار والتنسيقي وحلفائه يتفقون على توحيد المواقف فيما بينهم ويؤكدون مواصلة مساعي تشكيل حكومة جديدة العراق دولة محورية مهمة تحتاج إلى سمعة خارجية لائقة يقول الكاذب ورؤية الأجانب في بغداد أمر مفرح الفلوجو دوتيفي للمزيد من الأخبار والتقارير وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي دائما فيسبوك يوتيوب وتويتر شكرا لكم وإلى اللقاء